معانا ام عبد الرحمن من اسماعيلية. اهلو السلام عليكم. اتفضل يا ام عبد الرحمن. بعد ده كنت عادت سؤال حاتك في المواريس لو سمحت. اتفضل. اه دلوقتي انا مومتي توفت من حوالي عشرين سنة وسبت الشقة طبعا من فروشة باجهزة وكده. وانا عايش فيها بقالي حوالي عشرين سنة. واسأل داري افتة عن الحكم الاجهزة الكهربية. قالوا انها طبع الورثة. فانا لازم اخد بالي منها يعني وما بيعاش او فرصة او كده. فدلوقتي انا كنت اتقل حاتك عن اه طب الحاجات المهمة جايبها لي زي الدهب زي الهدوم او كده مهمة تجايبها لي من زمان. الهدوم يسغلت علي انا بصرح في حاجات شاحتها. هل الحاجات دي بلدو ادخلش في الورث? لا مش هتدخل في الورث. الحاجات اللي مامتك جابتها لك وديتها لك هدية. دي مش هتدخل في الورث مهما بلغت. يعني هي جابتلك ساعة. او دهب. جابتلك ما ما عشان بساور على ساعتي. انا بقولك بس ده مسال بس. جابتلك دهب. جابتلك اساور. جابتلك سلاسل. جابتلك خواتب. وديتها لك وانت استلمتيها وخلاص ولبستيها بقت بتاعتك خلاص. بقت دخلت في ملكك. دي اسمها ايه? هبة. هل يجوز للانسان ان يهب اولاده ما يشاء وان يهدي لهم ما يشاء? طبعا. فالفلوس دي مش ورث. ده تصرف في حال الحياة. والاموال دي اموالك ومحدش يطلب منك ان انت توزعيها. دي اموال تصرفت فيها والدتك في حال الحياة. وهي ما كانش محجور عليها. وتصرفها ده التصرف صحيح. ويبقى دوت لانت ظلمتهم ولا ليهم حق انهم يطلبوا باي شيء منه.